شوفي حتى الصغيرة الزعلات ماما جدني هالف الثان ياي صديقاتي بيون عندي اوه يو خلينا اروح اشوف اهلا جاهلا صديقتي دانا تعالي اهلا دانا تعال فين فلسطانك شوائد حلو هي امي يابد هذا الفلسطان من محل راقي في ابو ظبي ما شاء الله عليكم يلا احنا انا بنزد الفلسطاني وجوجوها يا حمبيون شوان ادتي فالطامي هاي خلينا نفرح كلنا ها نوية هذي هاي وجوجو خلينا اروح افتح لهم اهلا هيا اهلا تعالي تعالي دخلي وين جوجو انا شفتها موجودة بذير راحت هي نست شيس وراحت تيبة اه اوك يلا دخلي كل عام انت بخير يا هايا وانت بخير يا لولو باشوفوا منوية هاي فالطامي بروح افتح لها الباب فالطامي اهلا فالطامي اهلا فالطامي يلا تعالي تعالي يلا تعالي يلا تعالي اقول ان فستانك حلو صراحة فستانك مو حلو انا صريحة صراحة فستانك ويد عادي تفاصيله بسيطة بس دانا انا شوفها حلو مو لايق حاج عيد دانا شوها الكلام شوها الصراحة انا ما اقصد اني اجرحها بس انا اقول الصراحة صراحة ماما تقني هالي فستان هي كان ويس عيدة والهين تقلين مش حلو يا فالطامي لا تزعالين انت فستانك ويد حلو انت ويد جميلة انا بروح مابا اقعد معاكم مامي شوفتش يا دانا حرام عليك يا دانا حرام عليك يا دانا حرام عليك يا دانا حرام يا دانا انت واج شريرة هي زعالتيها خربتي فرحة العيد الحل استفدتي شي يا الله ليش الناس تعلمين الصراحة الصراحة راحة شو يا دانا ليش اكسرين خاطرها لو بعت في العيد ترى حرام عليك قاعدة تسوينا ما يصير اي كثر خاطر انا ما قلت شي انا قلتها الصراحة وهي اصل بكاية بكاية ايبلكم عصير صراحة 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 وعندها بيت بعيد سبحان الله يا دانا في استانت الاشترتية وانه غالي اتوسفه بلحظة وبكيتي وايد مثل ما بكيتي فطامي فطامي الحين خاطرها مكسور ونسرت فرحة العيد بسبب تنمرت شي يا دانا يا الله ما كان قصتي بس كان قصتي انا اقول الصراحة يا دانا في فرق بين الصراحة وكسر الخواطر جرحك الفطامي كسر خاطرها وخلاها ما تفرح في العيد هي هرامي يا دانا صح كلامكم شوفي كيف صحتي ملابسك هرامي يا دانا شوفي حتى الصغيرة زعلات ما بما تعودين نجرح ببعض ما با 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 بانا نو با با بانا يا أصدقائي اجبروا خواطر بعضكم بالعيد قولوا لكل من ترونه أنه جميل بالعيد وأنه أنق بالعيد فالعيد فرحة وجب الخاطر و سعادة دائمة إذا عيبكم هذا الفيديو لا تنسوا اللايك وشير وسبسكراي ولا تنسوا نضفهم حسابنا الانسجرام والتيك تاك والسناب شات مع السلامة يا الله أمس البناتك شفوني إني أنا مهرش شرير بس اليوم بسوي نفسي بنت جميلة وحلوة عشان يصدقوني بس طبعا بسوي خدع يديدة وخدع ما رح يتوقعونها أنا البنت الجميلة اليوم عندي موعد أثنان ولازم أروح أيوة أمو البنت غنية حصلتها الحين بروح أشوفها وبكلمها يا بنت يا بنت يا حلوة ممكن أتكلم معاك عندش تليفون هاي ليش تسألين آه أسفى يا بنت على السؤال بس بنت الصغيرة خلتها بروحها في البيت وقالت أطمنها أن أبوها بعد شوي رح يرجع ممكن طبعا طبعا أكيد شكرا يا بنت الله يكثر من أمثالك يا حلوة ألو يا بنتي هاي يا مخادعة خدعتها خدعتها كذبت عليكي كذبت عليكي سعبت هربت تشبوني خدعتني الحمد لله صركت التليفون لبنت الأولى بسهولة الحين بروح عند البنت الثانية أنا كيوت وجميلة أنا البنت الجميلة خدعتني شكرا كذبت خدعتني ايهوا، فتليفون يرى خدعتني شكرا كذبته الله هذا البنت الغنية الثانية هاي البنت الغنية بس هي مش غولة بالزرع أكيد رح يكون عندها تليفون غالي خليني أسرقها بدون ما تحس شو؟ هاي تليفوني خدحتها خدحتها بنت غبية آه تليفوني يا الله يا الله صرق التليفوني يا الله يعني شو أسوي سريعة هربت بعيد يا الله شو أسوي يا لولو شو فيك حتصرق التليفوني يا دانا وأنا حتى حتى أنت يا دانا هي يا لولو يا الله هاي شكلها محتالة تصرق التليفون يا دانا ما رح نستسلم هي يا لولو هاي لازم ندورها ونحصلها لأنها بتتم تصرق تليفونيات الناس هاي يلا ندورها يلا الحمد لله حصلت تليفونين صح أنه شوي لكن إن شاء الله بحصل غيرهم الحمد لله إني أنا بنت جميلة وذكية يا الله هذا الولد قاعد ينظف السيارة وعنده تليفون بروح أسرق منها التليفون شكل هذا الولد طيب يا ولد ممكن تعطيني تليفونك بس بكلم بنتي شكرا يا ولد فدعتك يا الله بسهولة سرقت تليفونة الحين عندي ثلاث تليفونات بس ما رح أستسلم رح أجمع 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 تليفونات وأكون غنية وبنت جميلة فطامي فطامي شفتي واحدة طويلة تحضل ماسك أسود وتسوي نفسها بنت صغيرة وكيوت لا ما شفتها يا الله تعبنا نحن وندورها تخيل يا فطامي صرقت تليفوناتنا وصرقت تليفوني اللي وايد أحبه وحتى أنا هذه لعائلة ومعاهم تليفون بيده الحين بروح أسرق منا بقوة هذه حرمة وراء بابا بابا أبيبك بابا أبيبك هذه حرمة تليفون هياك تليفونيانة بابا أبيبك هياك تليفونيانة النادي لك الشرطة اعطينا فونا خلاص خلاص خدوا بس لا تبصروا بالشرطة انا اصبع مع السلامة يا ويك ان رجالي فاني مرة بلتبصر الشرطة يا اصدقائي الاحتيال صفة كلها حسد وحق لهذا انتبهوا من المحترين ولا تجعلوهم يخدعونكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة